أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمالي قطاع غزة برا وذلك ضمن عمليات الفارس الشهم ثلاثة تعد هذه أول قافلة تسيرها أحد الدول تصل إلى شمالي القطاع حيث دخلت من معبر رفح لتصل إلى معبر كرم أبو سالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطيني في شمالي قطاع غزة حملت القافلة أكثر من 370 طن من المساعدات شملت المواد الغذائية والطبية والمكملات الغذائية للأطفال إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى